أهلاً وسهلاً بيك يا سيت الكل في حلقة جديدة من برنامج أكل ومرعى وسر الصنع إحنا جايبين لكم طريقة جديدة جداً في الطبيخ هي طريقة الطبخ بالأمثال الشعبية النهاردة نتعلم مع بعض أكل جديدة جداً وهي خروف مشوي بالقرع العسلي خروف مشوي بالقرع العسلي ومش أتجرر تاني الأكلة دي أنا استقرقتها من قلب وطراثها نكتب المقدير مع بعض هنجيب بصلة بصلة طازة زي ما إحنا شايفين كده دي هجيب فول معنا فول واخدوا بالكم إن الفول دلوقتي في السوق بقى فيه فول مخشوش نعمل إيه عشان نعرف إن الفولة مش مخشوشة تديها لواحد ما تتبلش وبقق فولة لو تبلت في بقق فولة أو لقتيها فولة أو تقسمت نصين بترجعيها للكيان لأنه كل فولة وليا كيان إحنا عارفين ده طبعاً شوف الموضوع سهل خالص هنجيب معنا إيه كمان هنجيب فريق زي ما إحنا شايفين كده بالكمية دي أو أقل ما بتفرقش قوي يعني أو أفريق في الآخر وهنجيب دقيق وهنجيب زيت طبعاً مبدئياً بما إننا وقفين كده نحط زيتنا في دقيقنا زي ما إحنا شايفين بالشكل ده عشان يبقى زيتنا في دقيقنا من أولها كده على طول كده ومعايا طبعاً في المقدير كمان حاجة ظريفة جداً إيه انتوا اللي هتعرفوها معايا في المقدير إيه زي ما إحنا شايفين ده مش عارفينه أهو ده عادس ليه لأن اللي ما يعرفش يقول عادس اشوف سهلة خالص يا جماعة ده عادس فعلاً أنا معرفتش وقلت عادس وطلع عادس في الآخر وبالمناسبة يا جماعة بالنسبة للمقدير أنا حاولت أجيب ملوخية مخرطة معرفتش وباستغل البرنامج النهاردة وباقولها على الهوى مسيرك يا ملوخية هتيجي تحت المخرطة معنا القرعة طبعاً دي المكون الأساسي بتاعنا دي العروسة بتاعتنا اهو ايه زي ما إحنا شايفين كده القرعة متفرغة وعلى فكرة يا جماعة عايزة هتزرلكم أنا كنت هجيب معايا أكتر من قرعة لكن الحقيقة دي اللي قيتها فاضية القرعتين التانين كانوا مشغولين في واحدة كانت بتتباهها بشعر بنتوختها وفي واحد كانت بتاخد اللي خدوتهم مش شعور ودخلت في قصص ما لهاش أي معنى آه يعني خلعت من الموضوع جبت دية دي لطيفة جداً ما عندهاش أي مشاغل ودي معانا النهاردة معلومة مهمة ستكول لازم ناخد بالنا منها ان لازم نجيب القرعة منين من بره لأن القرعة بيمد البره هنأمن المخارج والمداخل لأن القرعة بيمد البره شوف بص بص ناس بنتكلم اهو بيمد البره واحنا بنتكلم اهو مفوية بفظيع اهو الله اهو شوف بص ازاي طه هو بجلازينة وحالته حساسة جداً وخاصة جداً بس هو معانا النهاردة في الحلقة فياخد معاملته وياخد واجبه مفيش أي مشاكل خالص هنجيب البصلة اه اه وقبل ما نتكلم على البصلة يا جماعة ست كل خدي بالك طريقة الطبخ بالامثال في حاجة مهمة جداً البصلة ويتقشرش ليه اه شوف ناس الكبار؟ ناس الكبار فاهمني لأن احنا ما بنخشش ما بين البصلة وقشراتها خالص بنحط البصلة زي ما هي ايوه دلوقتي بقى نقدر ايه بعد ما نحط بقية المقادير بتاعتنا كلها جوه القرعة هنقدر يا جماعة ان احنا ايه نقفل القرعة وطبعاً قفلت القرعة دي شغلانة كبيرة اه زي ما احنا عاملين كده بسم الله يا جماعة يا جماعة انتمش تخيلين الريحة عندي عاملة ازاي؟ مش متخيلين الريحة عندي عاملة ازاي؟ حاجة يعني الله عشان كده قفلت اه لأن الريحة قلبت دانيا طيب احنا دلوقتي يا جماعة قفلنا على القرعة وهنحط القرعة في الفرن على نار حاملين لو الفرن عندك ناره هادية ممكن نزود له شوية حلاوة الليه؟ لان ما فيش حلاوة من غير ناره تمام؟ اه بنحاول نقول حلول من واقعة رأسنا الشعب الجميل يلا عبالما الاكل ما يستوي بش كده نجيب العيوة هتغسل يا راحدة مع بعض كلنا يا 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 معقولة ايه الجمال ده شكلها اصلا ايه يا خبى ربي يض يا خبى ربي يض عبالما الاكل يستوي يا جماعة ممكن نعمل شوية صلاة الطحينة او ممكن نشرب من البحرة طبعا بس يكون في حد في البيت بيعرف يعمل من البحرة طحينة حد كده يكون ايه حلنجي شوية ناخد اتصال مادام نسمى مساء الخير يا شيف فضل يا مادام انا جوزي بس ومشكلته انو ما بيحبش الزيت عايز نطبك بسامنة اه ممكن تعمليها بسامنة يا فاند مفيش مشكلة طيب بالنسبة للسامنة يا مادام نسمى في حدرتك طريقة تانية بس هتاخد وقت شوية لو عندك نملة في البيت وده متغفر في كل البيوت المصرية طبعا مفيش ايه مشاكل بتجيبي نملة تقطعي وركها وتستني السامنة من ورك النملة بس زي ما قلت لحضرتك دي بتاخد شوية وقت مفيش مشاكل اه دلوقت هنشوف مع بعض أكيد الخاروف بتاعنا ستوا زي ما احنا الله أكبر الله أكبر طالع المنظر الجميل شوفوا يا جماعة الخاروف طالع ازاي هنشوف مع بعض كده ثانية واحدة يا سلام يا سلام يا اه 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 appe Oneadomo خاروف كامل بلقارع العسلي أنا طبعا كنت مستنى حد يسألني أمال فين الخروف في المقادير من الأول عشان أقوله طبعا ده تراصنا الشعب يا جماعة البصلة اللي إحنا حطناها دي يا جماعة ما كانتش بصلة عدية دي كان بصلة محب دي بصلة وطبعا بصلة المحب غالية جدا ومش سهلة جدا تلاقيها أه بس ستات بيوت كتير قوي بتعرف تجيبها وفي ناس بتجيبها تخزينها في البلكونة وتتبعها عليها المهم إنها تبقى خروف يا جماعة الله أكبر زي ما إحنا شايفين كده أهو الأرعى تفرتك أهو معي الكاميرا كده زي ما إحنا شايفين لو فتحت الفورن ولقيت فيه أرعى متفرتك وبصلة يعني ممكن ما تليش الخروف ده وطلق المنظر ده كده أهو يبقى الضحك عليك وده مش بصلة محب ناخد بالنا من الحتة ديت وده حصلت لوحة صاحبة قبل كده في رمضان لأنه هو اضطر يعيني يصوم يصوم وفي الآخر فتح اضطر يفطر على بصلة نحاول قدر الإمكان نبعد صلطة الخيار اللي إحنا عملناها عن الأرعى ليه؟ لأن الأرعى لما بيستوي بيقول الخيار يا لوبيا وده تكررت كتير لا 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 خلاص خلاص لا 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 يا كنترول يا جماعة بيقول نفس الكلام بنفس القزارة تاني مش معقول كده دي يا جماعة تكررت كتير بيقوله يا لوبيا وفيه إحراجه بنفسه طبعا بنضطر في الحالة دي نرمي الخيار أنا آسف أو بنستنى لما يتقتم الخيار قدته يعني حسب الظروف ساعتها ويلا بينا بقى ناخد أكلتنا الجميلة دي نرش عليها شوية زبيب كده وطبعا لو ما فيش زبيب ضرب الحبيب بيدي نفس النتيجة معنا بالشكل ده اهو لو ما فيش الحاجات دي يا جماعة بنا كلها بعيش بتشوف أي جاعان بيحلم بسوق العيش وبينجب منه شوية لو أكل عيش مر بنيدي العيش لخبازه وهو بيتصرف في نهاية الحلقة ما تنسيش يا ستة الكل أقرى الطريق لقلب جوزك معدته والذي يأكل على درسه وبينفع نفسه بس ما يكونش بياكل واحده لأنه ممكن يزور وطباق السم بيدوقه ويمكن عشان كده مصارين البطن بتتعارج فمطرح ما يشري يا مريستيكل وكل سنوانتو طيبين وما تقفلوش قليكم معنا هنرجع لكم تاني مع مدام نادية دمور مصممة الأزياء العالمية اللي بتلبس البوصة تبقى عروصة وبتغزل قماشها بنفسها برجل أحمر لأنها شطرة جداً